هلو سهلا طريق اسلامة للناس الكل موسيقى معكم في كابوتشينو حتى للعشرة حتى للثمانية بطبيعة الحافظ شوفوا اهم عنوين صحفنا الوطنية بعد لحظاته التقص اللي على ما يبدو هي بداية الملامحة بتاعه بداية الاجواء تقريبا من الويكاند ان شاء الله تكمل النوفيام اليوم ورب ينجح صغيراتنا الكل ان شاء الله في شهادة ختم التعليم الاساسي بالنسبة للدورة هذه اللي انطلقت اليوم وبعدها تنطلق ان شاء الله مواسم الصيف ويا ربي تتعدى السلامات ان شاء الله نعمل طالة تودسويت على حالة تقص بالنسبة لليوم تقص عامة يكون صافيه الى قليل سحب باغلب الجهات ومن المنتظر انه تصعد الحرارة القصوى الى مستوى من 37 الى 42 درجة معناك اللي شايخين بلايمات اللي يتعداه وطقس مزيان وطقس النسمة طو حاضروا رواحكم لشيلي سيدي لانه وفم الشيلي اللي باستثناء المناطق الساحلية الشرقية بش يكون تقريبا في البلاد الكل والحرارة عامة بين 28 الى 34 درجة الرياح ضعيفة الى معتدلة داخل البلاد وتصل سرعتها الى مستوى 40 الى 60 كم في الساحل في الساعة قرب السواحد بطبيعة الحال البحر الشيون شديد الالتراب بالشمال ومتموج الى مضطرب شرق البلاد نعمل طلة وجولة في مختلف نقاط الجمهورية لنبدوها كالعادة بالوطن القبلي نلقى 23 في قليبيا 26 في نابل 35 درجة في تونس 33 في الزاغوان 37 في بنزارت 32 درجة في تبارقة 42 درجة في جندوب 37 درجة في كل ملكيف وسليانا تالة لتسجل 35 درجة 38 في القروان مناطق الساحلية تكون 34 في سوسا 28 درجة في المونستير 36 في المهدية 30 في كل من قرقنا وصفاقس 30 درجة في سيدي بوزيد القسرين اللي تسجل 40 درجة زاد كيف كيف في قفصة 42 في توزر 41 درجة في قبل 30 درجة في قابس وبنسبة لمناطق الجنوب الشرقي 40 في مدنين وتطاوين ورمادة و34 درجة بالنسبة إلى جزيرة الأحلام جربع والحقيقة قادة تنفركس على القيروان اللي قيروان تسجل زادها 38 درجة وكاليوم سخانة تكون 42 تقريبا أكثرها بش تكون في ولاية جندوبا هذه المفرقات لأنه برشا يتسألوا عليش تلقى ولاية جندوبا ولاية القيروان بلايس أكس خن ساعات حتى من الصحراء عليش لأنه هذه تلقى موجود في منخفض ومنحضر جوي داي ربيع الجبال تقريبا أسكو السخانة اللي موجودة كل تهبط إلى وصل البلاد كارب يكون في العون فاردوا بالكم الشيلي فضلكم كصغيرات اللي ستنسوا يدوروا النهارات لحملوهم دي كاسكيت حاولوا نتجنبوا قدر المستطاع أو قدر الضروة اللي تكون مع الشمس لأنه راوروا ردوا بالكم الشمس اللي هي عندها عديد المنافع كي ما زال عندها برشة مظهر ان شاء الله ربي ببقى عليكم السطر ونسي الكلة ترجمة نانسي قنقر